تقلب الوصفة سهلة مهلة وصفة اقتصادية وصفة اقتصادية سهلة سهلة تجربها في الصباح الفطر او القطة مكونات لهم عندك فطار لا تحتاج شيء مجهود كبير يوجد خفاف ورائع يجرب بهم و لا تنتمي بالنسبة للطرقة تحضروا مكونات لدينا الدقيق للحرش لدينا ملعقة كبيرة الخميرة الخبز الملحة على حسب الضوغ نضع السكر وخضر الملعقة ملعقة مرمزية إن تبار يكون دافي segment نضيفه القميرة العقاق نضيفه الضوغية نضيف الضنجلة نضيف mans الثاني تهو دافي خلطه مزيان عندما تعرفوا الحرار شراء الدقيق بحرقه يشرب الماء لنزيد مازال لنزيد منه نصف درجة كيثا ونصف الماء نحاول نخلط مزيان لا نضيفهم في الخلط الكهربائي غير باليد وصافة ونضيفوا شوية زنجلان ممكن نضيفوا الحب أخرى نضيفوا النافع او زرع الكتان اللي عندكم او زرع الكتان يجبونهم العاديين تقريبا واحد عشرين دقيقة او حسب الجو يغطيهم بشيفوطة او ميندول يغطيهم تتبجدهم في رمضة عين بعد اختمروا كما ترى يطلع في الحجم نخلطهم جيد من الطريقة ولكن وخاك نحاول نخلطوه جيدا وفي نفس الوقت نجد المقلالة نطيبه فيها يجي الخاوم للبات الشكل المقلات كنديرو فيها شوية تسيل كنديرو هكا الشيط نديروها فقط مقلات كاملة قد ناخده شوية نحاول نقضوها ونقضوها 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 بمعاقة ربخا تشوفوا العجينة تقيلة لا تقضوها عادي العافية لا تجهدوها كثيرا لكي تحمر نحاول نضيلكم واحدة اخرى نقضوه بالزيت نحاول ناخده الكاملة الكافية على حسب المقلات تقدروا تديرو ميقلات صغيرة او لا تديروها متوسطين يعني ماشي كيجو كبار نحاول نبسطه تقضوه بسيا وحطوها فقط البوطة بتشكل هذا العافية لا تشاهدوها شباش يطيبوا من الداخل ونوريكم مره من بعد ما كانت طيبين راو ما كيشربوا كيجو تقال كما كتشوفوا القاوم دي الخالق انتم من بعد ما كتشوفوا انها ونشفت الفوق يعني هذة محمرة من الداخل طاف كنحاول نحيلو وانطلوه 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 وحطو تحميرهم جيد حسب كل واحد وهمر يكونوا طيبين اه تضيدوا الزيت لباكانت اتضافوا لمنبتهم وانطلوه اتضافوا وطلوه وانطلوه مجانبوه يجب أن تكون في البطاقة سوف تقوم بمشكل ثم تشوفوا تنشف سوف نحاول نقلبه سهلين و دغاية توجدوا توجدهم بالنسبة للفطائر مالحين 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 عادي تقدروا تدهنهم حاجة حلوة او مالحة يجب أن تجمعهم كامل يجب أن تجمعهم كامل يجب أن تجمعهم كامل يجب أن تجمعهم كمية كبيرة تحتاجهم تتخنيهم تجمعهم الشخلات او تدهنيهم بالعسل او الجبن او الفرماج يجي ورائي في طائرين كمية السكار مالحين يعني عادي متوازنين في المعدة وصعف يجب ان تجمع الشكل يجب أن تجمعهم قوالة يجب أن تجمعهم ورطبين وكامل يجب أن تصدق يجب أن تزيد اخواتي ديروا لي اللايك الى عجبتكم الوصفة بارتاجين الوصفة مع صحابتكم في مواقع التواصل اجتماعي ولبقيت وصفات بحال هذا وخليوا لي اللايك وتعليقات ديلكم اكترى حد ديلكم مع السلامة